موسيقى هذه الظاهرة من الميادين وفي عنوينها المرشد خامنئي يؤكد أن إيران ملتزمة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة وأن طهران لا تستعجل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي حرس الثورة الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ متطورة تحت الأرض على سواحل الخليج سلام يؤكد أنها واحدة من بين العديد من مثيلاتها رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى عزل ترامب فورا المدعي العام في واشنطن يقول إن التحقيقات في أحداث الكونغرس ستشمل الرئيس بايدن يصف مقتحم الكونغرس بالإرهابيين وترامب يحملهم المسؤولية ويتوعد بتدفيعهم الثمن نحن تجاوزنا كل التحديات والعقبات الرجوب يؤكد للميادين أن مسار الشراكة الوطنية بات في مرحلته النهائية وأن الحوار الوطني سيبدأ في القاهرة فور إصدار مراسيم الانتخابات تتابعون في الظاهرة أيضا عام 2016 و2020 هما الأكثر دفءا في التاريخ بسبب تفاقم تبعات التغير المناخي أهلا بكم نفى مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أن يكون لدى بلاده أي إصرار أو استعجال لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني السيد خامنئي وخلال كلمته في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قوم ضد نظام الشاه عام 1978 اشترط إلغاء العقوبات على طهران ليكون لعودة واشنطن إلى الاتفاق معنا ليس لدينا أي إصرار على عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وليست لدينا أي عجلة لذلك هذه ليست قضيتنا مطلبنا المنطقي والعقلاني هو إلغاء العقوبات وهذا حق إيران المغصوب إذا ألغيت العقوبات فإن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تصبح ذات معنى لكن في حال عدم رفعها فإن عودة أمريكا إلى الاتفاق ستضر ربما بمصالحنا شدد السيد خامنئي على أن القوات الدفاعية العسكرية تفرد نفسها في المنطقة وتجبر أعداء إيران على إعادة النظر في قراراتهم العسكرية وأخذها بعين الاعتبار قواتنا الدفاعية وصلت حدا جعل أعداءنا مجبرين على أن يأخذ قدراتنا الدفاعية في حساباتهم عندما يتمكن الصاروخ الإيراني من إسقاط الطائرة الأمريكية المعتدية في أجواء البلاد وعندما تتمكن الصواريخ الإيرانية من قصف قاعدة عين الأسد بتلك الطريقة فإن العدو مجبر على أن يعيد النظر في قراراته العسكرية وأن يأخذ القدرات الدفاعية الإيرانية في عين الاعتبار وحول دور إيران الإقليمي أكد السيد خامين استمراره وفعاليته مشددا على أنه دور معزز للأمن والاستقرار فيها وضاربا المثل بقضية داعش في العراق وبالعديد من القضايا الأخرى في السوريا وغيرها حول دورنا الإقليمي يقولون باستمرار لماذا تحضر إيران في المنطقة؟ الجمهورية الإسلامية ملزمة بالتصرف بطريقة تقوي فيها أصدقائها وأنصارها في المنطقة وهذا واجبنا حضورنا هو بمعنى تعزيز قوة أصدقائنا وأنصارنا علينا أن لا نتصرف بطريقة تتسبب بإضعاف أصدقائنا والأوفياء لنا في المنطقة حضورنا معزز للأمن والاستقرار وثبت أن هذا الحضور هو الذي يحقق الاستقرار وقضية داعش في العراق والعديد من القضايا المتعددة الأخرى في سوريا وأمثالها هي في هذا الإطار والمعنيون بالأمر يعلمون ذلك لذا فإن الحضور الإقليمي الإيراني أمر محسوم ولا بد منه وسيبقى هذا وكشف حرس الثورة في إيران عن قاعدة الصواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج في جنوب إيران تتشين القاعدة التابعة للقوات البحرية لحرس الثورة جرى بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي في كلمة له قال سلامي إن القاعدة تمتد عدة كيلومترات على الساحل مشيرا إلى أن السلاح البحري الإيراني يمتلك العديد من هذه القواعد موضح أن هذه الصواريخ هي من أهم الصواريخ الإيرانية وهي من طراز ساحل بحر وسطح بحر وبحر بحر مدية الصواريخ التي تمتلكها القوات البحرية تتجاوز مئات الكيلومترات وقدرتها التدميرية عالية ولديها إمكانية التعامل مع الحرب الإلكترونية صواريخ نباتة تصنف من ضمن أكثر الصواريخ تطورا في المواجهات البحرية ومنظوماتنا الصاروخية مستعدة بالكامل للدفاع عن البلاد ولإحباط أي مخططات ضد الجمهورية الإسلامية من طهران نظم إلينا مراسل الميادين أحمد البحراني أهلا بك أحمد إذن من الرسائل التي أطلقها المرشد خامنئي في خلال كلامه كان فيما يخص أيضا موضوع الملف النووي بأن إيران ليست على عجلة من عودة أو لعودة واشنطن إلى الاتفاق دون رفع العقوبات هذه الرسائل كيف تتوقع إيران أن يتلقفها الغرب ولسيما الولايات المتحدة نعم فتوم فعلا في هذه الكلمة المطولة والمهمة والشاملة للمرشد الإيراني علي خامنئي هذا اليوم كانت هناك العديد من الرسائل للداخل والخارج بطبيعة الحال المرشد الإيراني تحدث عن الاتفاق النووي وضرورة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران خلال العامين الماضيين وأكد أن إيران ليست مصرة وليست مستعجلة لعودة الولايات المتحدة لهذا الاتفاق بقدر ما تطالب برفع العقوبات الأمريكية على إيران وبالتالي هي رسالة واضحة لإدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن بأن الخطوة الأولى يجب أن تكون رفع كامل العقوبات على إيران وليست العودة فقط من الناحية الإسمية لهذا الاتفاق أيضا رسالة للدول الأوروبية والتي وصفها بالتابعة للولايات المتحدة الأمريكية هناك في إيران من الخبراء من يتوقعون أن تزداد الضغوط الأمريكية حتى في زمن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حال تسلم الملفات وحاول العودة إلى الاتفاق النووي ومن خلال قدرته على ربما تحشيد أكبر قدر ممكن من الدول الأوروبية لمواجهة إيران ولتضمين الاتفاق النووي ربما هناك بعض الحديث التي تطلق من قبل المسؤولين الأمريكيين في إدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن هذه نقطة أحمد هذه نقطة أحمد هناك نقاط أخرى أيضا في رسائل المرشد خامنائي حول دور إيران في المنطقة تحديدا لجهة استقرار المنطقة والمساعدة دائما في استطباب الأمن في المنطقة ما الذي يعنيه المرشد خامنائي بهذا الكلام تحديدا إن تحدثنا عن الرسائل المطلقة لدول الخليج فتون هي رسالة مفتوحة للجميع لأوروبا للحكومة الأمريكية الراهنة الحكومة الأمريكية المقبلة للداخل وللدول العربية والخليجية بأن إيران لا يمكن أن تكف عن سياساتها ولن تتراجع عن دعم أصدقائها وحلفائها في المنطقة والمرشد كان صريحا في هذه النقطة عندما قال أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن أصدقائها وستواصل الدور الإقليمي ستواصل تواجدها الإقليمي من أجل دعم أصدقائها وحلفائها وأنصارها في المنطقة بل قال أن من واجب نظام الجمهورية الإسلامية الدفاع عن أصدقائها في المستقبل وقال بشكل واضح وصريح وشفاف جدا أن هذا أمر محسوم والتواجد الإيراني سيستمر في المستقبل أيضا كانت هناك سيد الخامنة يتحدث في نقطة أخرى عن ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات ووصف هذه الأحداث بأنها فضيحة وكارثية تحدث عن حقوق الإنسان الأمريكية في نفس الوقت تمارس الحكومة الأمريكية الراهنة ومارست القتل ضد مواطنيها من البشرة السوداء تحدث عن القيم الأمريكية التي أثارت استهزاء وسخرية حلفائها وأصدقائها في عموم العالم وأيضا تحدث عن الاقتصاد الأمريكي المشلول حسب تعبيره وقال أن رغم ذلك هناك في الداخل وهنا رسالة للداخل أن هناك في الداخل من يعول على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى صداقتها وعلى التحالف معها في المستقبل نعم أحمد أيضا الكشف عن قاعدة الصواريخ هو ليس الأول بطبيعة الحال ليست القاعدة الأولى لكن لهذا الكشف خصوصية خاصة بالنسبة لدلالة المكان والزمان أيضا ماذا في هاتين الدلالتين؟ تماما فتون هذه ليست المرة الأولى التي تعلم فيها إيران الكشف عن مثل هذه المنشآت والقواعد العسكرية تحت الأرض عام 2011 أيضا كشفت إيران عن مثل هذه القاعدة في 2015 كذلك في نوفمبر الماضي أيضا كشفت عن مثل هذه القاعدة تحت الأرض معظمها صحيح أنها مطلة على المياه الخليجية وبحر عمان ومضيق هرمز لكن هناك انتشار في جميع محافظات إيران حسب قول قادة حرس الثورة الإسلامية في إيران الكشف اليوم عن هذه القاعدة بطبيعة الحال لها دلائل ورسائل سياسية وأمنية وعسكرية كبيرة خاصة في ظل تصاعد التهديدات التي تطلق من قبل دار الأمريكية وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع اقتراب موعد نهاية دورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك أيضا جانب مهم أيضا وهو الجانب الفني التي تتمتع بها هذه القاعدة وهي تضم المئات من الصواريخ الدقيقة وبعيدة المدى الصواريخ الباليستية المتوسطة وبعيدة المدى القادرة على تخطي وتجاوز الحرب الإلكترونية في أي حرب محتملة بين إيران وأعدائها في المنطقة شكرا لك أحمد البحران مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من طهران شدد الرئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض على أن الرد على اغتيال الشهدين السليماني والمهندس هو بإخراج القوات الأجنبية من العراق في كلمة له في البصرة في ذكرى مرور عاما على اغتيال الشهداء القاضة شدد الفياض على أن كل مؤامرات عزل الحجد الشعبي انتهت مشيرا إلى أنه بعد سنة على اغتيال الشهدين يشهد العالم نهاية ترامب كان قرار البرلمان العراقي بخروج القوات الأجنبية من العراق هو الرد الأول هذا الرد الذي لن نتنازل عنه أبدا ثمن من قام بهذه الجريمة يجب أن ندفعه والثمن الأول هو الخروج من الأراضي العراقية لا يمكن لقتلة أبنائنا وقتلة قاداتنا ورموزنا أن نحتضنهم ضيوفا على أرضنا هذا أمر لا يمكن تصوره في المستقبل ونتمنى أيضا على كل قوانة سياسية وعلى كل قوانة جماهيرية أن تعي أهمية هذا الهدف هذا الهدف هو الذي يعطي العراق حقيقة استقلاله وحقيقة زيادته وحقيقة تمكنه من قراره السياسي المستقبل في رابع انتشارا من هذا القبيل واستعراضا للقوة من قبل القوات الجوية الأمريكية في الشهرين الماضيين أرسل الجيش الأمريكي طائرتين قادفتين من طراز بي 52 إلى الشرق الأوسط قال السلاح الجوي في بيان أن هذه المهمة الأخيرة تهدف إلى إظهار التزام الجيش الأمريكي المستمر بالأمن الأقليمي وكانت واشنطن قد عززت وجودها العسكري في المنطقة عبر إرسال قادفات ذات قدرة نووية وبالإعلان عن عبور غواصة نووية قرب الخليج وتمريد إقامة حاملة الطائرات USS Nimitz في المنطقة دعا رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي جيرالد نادلر إلى ضرورة عزل الرئيس دونالد ترامب فورا من منصبه موقف نادلر تزامن مع إعلان المدعي الفيدرالي ماركل شيروين الذي يحقق في أحداث الكونغرس أن التحقيقات والاتهامات ستطال ترامب بسبب تصريحاته أمام حجد من المتظاهرين قبل وقت قصير من اقتحامهم قاعة الكونغرس وأوضح أن الاتهامات لن تنحصر بأولئك الذين اقتحموا الكونغرس بل سينظر في وضع جميع المتورسين في الأحداث ويتزامن ذلك مع إعلان شرطة الكابيتل وفاة أحد عناصرها متأثرا بجراح أصيب بها الأربعاء اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم لا هوادة فيه على المؤسسات الديمقراطية أكد بايدن أن ما حصل في الكابيتل يمثل أحد أكثر الأيام قتامة في تاريخ الولايات المتحدة واصفا من شارك في هذه الاترابات بالإرهابيين أمس شهدنا أسوأ الأيام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وهو اعتداء على تاريخنا وعلى أهم المقدسات وعلى إرادة الشعب ومن اقتحموا الكونغرس هم رعاع وإرهابيون محليون المشاغبون الذين هاجموا مبنى الكونغرس بتحريض من ترامب هم إرهابيون محليون لو كانت عصابة المحتاجين من السود لتم التعامل معهم بصورة مختلفة شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على أنه في حال عدم عزل ترامب من خلال تفعيل المادة الخامسة والعشرين من الدستور الأمريكي فإنه يمكن للكونغرس المضي قدما في إجراءات عزله تنحية الرئيس ترامب باتت أمرا ملحا وبالغ الأهمية إذا لم يتخذ نائب الرئيس والوزراء أي إجراء فقد يكون الكونغرس مستعدا للمضي قدما في إجراءات العزل هذا هو شعور السائد لدينا ولدى الشعب الأمريكي أقول للمشاغبين لقد فشلتم والكونغرس أكمل عمله وتم اعتماد جو بايدن رئيسا قادما للولايات المتحدة وبناء على ذلك أطالب باستقالة مسؤول شرطة الكونغرس وأعتقد أن علينا مراجعة الإجراءات الأمنية فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نائب الرئيس مايك بانس يعارض استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور لعزل ترامب أدان ترامب أحداث العنف التي شهدها مبنى الكونغرس وقال إن من شاركوا فيها لا يمثلون الولايات المتحدة وسيدفعون الثمن وفق تعبيره وتعهد بضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة في العشرين من كانون الثاني يناير لقد دنس المتظاهرون الذين تسللوا إلى مبنى الكونغرس مفهومة ديمقراطية الأمريكية الذين شاركوا في أعمال العنف والتدمير أنتم لا تمثلون بلادنا وستدفعون الثمن لقد مررنا للتوب انتخابات مكثفة وكانت المشاعر مرتفعة ولكن الآن يجب تهديئة العصاب واستعادة الهدوء الآن صدق الكونغرس على النتائج وسيتم تسليم السلطة للإدارة الجديدة في العشرين من كانون الثاني يناير كل ما أفكر فيه الآن هو ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة هذه اللحظة تتطلب المصالحة أفغضون ذلك تتوالى الاستقالات من إدارة الرئيس الأمريكي وفي هذا السياق قدمته زيرة التعليم الأمريكية استقالتها معتبرة أن الرئيس ترامب دفع المتظاهرين إلى اقتحام الكونغرس كما استقال أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي على خلفية اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتل نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن المسؤولين الذين استقالوا هم مدير الشؤون الأفريقية ومدير سياسة الدفاع والمدير الأول لأسلحة الدمار الشامل ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صحيفة نيويورك تايمز نشرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح على مساعده خلال الأسابيع الماضية إصدار عفو رئاسيا عن نفسه في الأيام الأخيرة من رئاسته الصحيفة لفتت إلى أن خطوة ترامب من شأنها أن تمثل واحدة من أكثر الاستخدامات غير العادية وغير المختبرة للسلطة الرئاسية في التاريخ الأمريكي لم يعفو أي رئيس أمريكي من قبل عن نفسه وينقسم خبراء القانون الأمريكيون بشأن ما إذا كانت المحاكمة ستعترف بهذا العفو أم لا من واشنطن ينضم لينا مدير مكتب الميادين منذر سليمان أهلا بك منذر نفهم منك بداية كل هذه التطورات المتعلقة بالمشهد الأمريكي الأخير بعد أحداث اقتحام الكابيتال هيل ماذا في كل هذه الانعكاسات؟ يعني فعلا الخريطة متحركة ولكن دعيني أضع المشاهدين في حقيقة ما يجري عمليا ترامب فاجأ الجميع بأنه بعد حوالي 36 ساعة تقريبا يعلق على ما جرى يعني انتظر كل هذا الوقت وكان واضح أن هذا التعليق الذي أقدم عليه المتلفز كان يقصد دون مواجهة الصحافة أو الأسئلة كان يقصد فيه الالتفاف على الدعوات وعلى الأصوات وعلى الزخم الذي صعد في الكونغرس وخارج الكونغرس حول المطالبة بعزله إن كان باستخدام المادة 25 أو إن كان بشكل مستقل من قبل الكونغرس ما يجري الآن هو على الشكل التالي أنه بينس حاول التهرب رغم أنه ربما يرغب ضمنيا في أن يتم تنحي الرئيس واستلامه ويصبح هو رئيس بالإنابة على فكرة في حال تفعيل المادة 25 المهم أنه تصلت به بيلوسي وشومر وبقوا على الخط حوالي 25 دقيقة ولكنه لم يجب يعني كان ينتظر ينتظرون لأنه كانوا سيطالبونه ويأخذون رأيه في موضوع تفعيل المادة 25 في نهاية الأمر رفض الحديث معهم وواضح من استقالة وزيرتين من الحكومة أن هناك محاولة لتفادي تفعيل هذه المسألة بمعنى أن يتهرب هؤلاء لأن موقف ببينس كان إذا أتى الأغلبية من أعضاء الوزراء من أعضاء الحكومة أتوا لي وقالوا لي بأنه نحن مع تفعيل مادة 25 سأوافق أما أنا أدفع بهذا الأمر لن أقدم على هذا الموضوع لذلك هو يعني خرج من المشهد اختفى عمليا لكي لا يحرج على صعيد الكونغرس التلويح بهذا الموضوع جدي ولكن طبعا هناك في سباق مع الزمن يعني لم يبقى وقت كافي للتحضير بهذا الأمر إذن لماذا أقدم ترامب على الكلام الذي أقدم عليه دون الاعتراف ببايدن للاحظي أن الكلمة التي قدمها وقال باعتراف سلس ومنظم لم يذكر حتى كلمة بايدن هو لم يهنئ بايدن على الإطلاق هو إذن هو يحاول الالتفاف على هذه المحاولات وتخفيفها ما هدف الديمقراطيين يعني بايدن ليس ضد فكرة العزل ترامب ولكنه يقول بأن علي أركز في تركيب حكومتي بشكل كأولوية أكثر من الاهتمام بعزل ترامب ولكنكم إذا رغبتم في المضي في ذلك للحزب الديمقراطي فاستمروا بالطريقة التي تجدونها المقصود محاصرة ترامب في الأيام 12 الباقية لكي لا يقدم على شيء يمكن أن يلحق ضرر في البلاد هذا هو الهدف حتى إذا لم يستطيعوا عزله أو تفعيل المادة 25 محاصرته لذلك سيبقى له الخيار الوحيد هو أن يعلن الإعفاء عن نفسه كما تم التسريب وهذا أمر محتمل بالتأكيد طبعا سيحدث جدال حول هذا الأمر ولكن حتى عندما يصدر العفو عن نفسه لن يكون كافيا هذا العفو لأن المحاكم المحلية يحق لها ملاحقته أيضا عدا عن الملاحقة حول ما جرى في الكابيتل هيل شكرا لك على شروح الصورة بشكل كامل منذر سليمان مدير مكتب الميادين كنت معنا مباشرة من واشنطن مناشدات بعزل ترامب إذن قبل انتهاء ولايته بأسبوعين وفق التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي ولكن ما هو هذا التعديل الذي قد ينهي حياة ترامب السياسية بسانتراف منذ أحداث الكونغرس تتكرر كلمة التعديل الخامس والعشرين من الدستور في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية مطالبات بتفعيل التعديل لعزل دونالد ترامب قبل نهاية ولايته بأسبوعين وتسليم السلطة إلى جو بايدن اعتمد التعديل الخامس والعشرون عام ستة وسبعين وهو يحدد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس يتوفه أو يستقيل أو يعزل من منصبه أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته فيصبح نائب الرئيس رئيسا للبلاد وفي حال شغور منصب نائب الرئيس يمكن للرئيس اغتيار من يشغله ويسمح التعديل بإقالة الرئيس إذا صوتت أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس على ارتكابه خيانة أو جريمة كبرى بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 اقترح الكونغرس التعديل الخامس والعشرين ولم يكن لنائب الرئيس سلطة تولي الرئاسة قبل ذلك ولم يستخدم التعديل أبدا لعزل الرئيس ولكن رؤساء استخدموا طوعية لأسباب صحية لنقل السلطة إلى نوابهم مؤقتا حتى الآن لم يفعل التعديل الخامس والعشرين لتنحية رئيس بشكل نهائي في أكتوبر تشرين الأول الماضي تزايد الحديث عن احتمال استخدام تفعيل هذا التعديل عندما أصيب ترامب بفيروس كورونا اليوم يقود تشاك شومير زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وغيرهم من المشرعين المناشدات المواجهة لنائب الرئيس مايك بينس لاستخدام المادة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين التي تسمح لنائب الرئيس وأغلبية الوزراء بأن يعلنوا أن الرئيس ترامب غير مؤهل وأنه مريض وفي حال اعتراض ترامب يناط مصيره بمجلسي الكونغرس عبر التصويت بأغلبية الثلثين لإعلان أن ترامب غير أهل للبقاء في منصبه وأنه يجب على نائب الرئيس مايك تينس أن ينتقل إلى المكتب البيضاوي ليحل محله ولإنهاء هذا الكابوس بحسب المشرعين أصداء اقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن من قبل مؤيدين رئيس ترامب سرعان ما ترددت في إسرائيل فيما ركزت تصريحات السياسية على إدانة ما حصل انصب الاهتمام الإعلامي على التحذير من تكراره في إسرائيل تقرير منال إسماعيل بعد تأخره ساعات طويلة حتى عن بديله في رئاسة الحكومة بني جانس أدان رئيس الحكومة بن يمين نتنياه اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفا ما حصل بأعمال الشغب العنيفة التي تتعارض كليا مع القيم التي يقدسها الأمريكيون والإسرائيليون موقف نتنياه هذا كان موضع انتقاد لدى بعض الأوساط الإعلامية التي رأت أن تصريحاته جاءت مترددة ومتأخرة ما تجنب نتنياه الإشارة إليه تكفل به جانس الذي لمح إلى إمكانية تكرار غزوة الكابيتول في إسرائيل وتحذيره بأنه على المسؤولين فيها أن يتوافقوا على قواعد اللعبة السياسية قبل الخصومة وغمز من قناة نتنياه عندما أشار إلى أن تلك القواعد تتمثل في حفظ سلطة القانون واحترام الإجراءات الديمقراطية معلقون إسرائيليون حذروا من أن هجوم أنصار ترامب على الكونغرس يمكن أن يتكرر في إسرائيل في حال هزم نتنياه في انتخابات الكنيسة القريبة وللأسباب والعوامل نفسها التي دفعت إلى أعمال الشغب في واشنطن إذا حصل هذا الأمر في الولايات المتحدة فإنه يمكن أن يحصل في أي مكان آخر بما فيه إسرائيل أعتقد أن هذه يجب أن تكون فرضية العمل لكل جهة مرتبطة بحماية الكنيسة ومنزل رئيس الحكومة أو مناطق حساسة وذات رمزية قومية في المقابل دعا آخرون إلى استخلاص العبري وتوخي الحثري من المنحدر الزلق الذي يقترب من إسرائيل مشيرين إلى تقارب كبير في الأسباب بينما يحدث في إسرائيل وما حدث في واشنطن تقارب وجد تعبيرا له في استطلاع رأي أظهر أن غالبية الجمهور الإسرائيلي قلق من إمكانية عدم احترام النتائج التي قد تفدي إليها عملية ديمقراطية في إسرائيل أيضا الاستطلاع بيّن أيضا أن غالبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي تصل إلى 65% تعتقد أن حادثة على شاكلة هجوم حشود المتظاهرين على تلة الكابيتول في واشنطن يمكن أن تقع في إسرائيل أيضا مستمرون بتقديم الظاهرة تتابعون فيها بعد فاصل قصير تركيا تعلن الاتفاق مع فرنسا على خريطة طريقا لتطبيع العلاقات من جديد مرحبا بكم اعتقلت قوات الاحتلال المسنة الفلسطينية سعد عرمى بعد مداهمة منزله في قريته دير جرير شرقية رامالله عرمى اشتهر خلال الأيام الماضية كأيقونة في المواجهات مثيرا إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو تظهر مواجهته مع عناصر الاحتلال من مسافة قريبة من رعب الله تنضم إلينا مراسلة الميادين نسرين سلمي أهلا بك نسرين نفهم منك آخر المستجدات المتعلقة باعتقال المسن سعيد عرمى نعم ما جره هو أنه في ساعات فجر هذا اليوم قامت قوات الاحتلال باقتحام منزله وتكسيره وطبعا اقتابته معتقلا في ساعات الفجر الأولى لماذا اليوم؟ لأن اليوم في كل جمعة كما في كل جمعة تخرج تظاهرات في قرية بيرج غير باتجاه جبل الشرفة المهدد بالمصادرة يخرج أهل القرية لتصدر قوات الاحتلال ومنع إقامة البقراء الاستيطانية المنوي إقامتها على أراضي برج الشرفة طبعا الشيخ سعيد عرمى حاول أن يكون وكان فعليا أيقون للمقاومة في نظر الكثيرين لهذا قامت قوات الاحتلال باعتقاله لأنه عندما يخرج شيخ باللباس التقريب الفلسطيني بلحية شائبة يلبط القنباز ويلبط الكوفية ويحمل مقلاعا ويرشق قوات الاحتلال بالحجارة من نتافة قريبة هو أشكل فعلا أيقونة لكل الشباب ودافعية لكل الشباب للخروج لمقاومة الاحتلال ومنع عمليات مصابعة وصدقة الأراضي الفلسطينية في كل يوم جمعة تخرج تظاهرات في جبل الشرفة في دير جريد في سلبيت بالقرب من منطقة الرأس في كفر قدوم أيضا يخرج المتظاهرون ويتصدون لقوات الاحتلال لمنع إقامة بؤر استثمانية يعني إسرائيل تحاول أن توجه ضربة معنوية فعليا لكل الشباب الذين يخرجون في تظاهرات باعتقالها للشيخ الأيقونة صحيح لأن صورة انتشرت على مواقع التواصل انتشرت في وسائل الإعلام تقارير إعلامية كثيرة أعدت عنه وبالتالي تريد ضرب هذه السورة تريد ضرب دعوات إلى المقاومة تريد أن تقول أن كل من يخرج وكل من يتصدى سيكون مصيره الاعتقال الشيخ فعيد عرمي قال في مقابلات تحقية أنه يتوقع أن يتم اعتقاله لكن هذا لن يثني الفلسطينيين ولن يثنيه شخصيا عن مواصلة المقاومة والنضال والتفضيل الاستثار شكرا لك نسرينسل من مراسلة المياذين كنت معنا مباشرة من رام الله أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أن المسار الذي يقول الفلسطينيين نحو شراكة وطنية حقيقية أصبح في مرحلته النهائية لافتا خلال مشاركته في برنامج حتى القدس على شاشة المياذين إلى أن العمل جار هناك لإصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيد الانتخابات أؤكد لكل الحرسين على قضية فلسطين بأننا دخلنا في مرحلة نهائية إلها علاقة بأن نبني باتجاه مسار يقودنا إلى شراكة وطنية حقيقية نحن تجاوزنا كل التحديات والعقبات ونحن في المرحلة الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من العملية الديمقراطية اليوم هناك حوار جدي وعملي مع لجنة الانتخابات المركزية لإصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية ثم الرئاسية ثم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني المرحلة الأولى هي المحطة الأولى أو الخلية الأولى في تشكيله الرجوب قال إن حركة فتح ملتزمة بآلية إجراء انتخابات المجلس التشريعي متحدثا عن تعديلات لبعض القوانين اتفقت عليها كل القوى السياسية وأكد الرجوب أنه فور إصدار المراسيم الرئاسية فإن جميع فصائل العمل الوطني ستتوجه إلى القاهرة لإجراء حوار وطني شامل في موضوع المجلس التشريعي والرئاسي نخضع لقوانين وأنظمي ولوائح مقرة طبعا هناك تعديلات في بعض القوانين التي تم الاتفاق عليها بين كل القوى السياسية والتي سيصادق عليها الأخ أبو مازن قبل إصدار المراسيم وانتخابات المجلس التشريعي تحتاج بحد الأدنى تسعين يوم وحد الأقصى مية وعشرين يوم من صدور المراسيم ونحن مقيدين وملتزمين بهذه المسألة وبعد ذلك الانتخابات الرئاسية ستحتاج إلى ستين يوم نحن محكومين بسقف زمني مدى ست شهور لإنجاز المراحل الثلاثي وأنا بقول نحن في حركة فتح ملتزمون بذلك اعتبرت الخارجية السورية أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية المتزايدة على سوريا بالتزامن مع اعتداءات الإرهابيين على وسائل النقل المدنية في البادية السورية دليل على التنسيق بين إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة والتنظيمات الإرهابية وفي رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة رئيسي مجلس الأمن الدولي أشارت الخارجية السورية إلى أن إطلاق إسرائيل رشقات متتالية من الجولان السوري المحتل باتجاه المناطق الجنوبية يهدف إلى تحقيق أهداف الإرهاب الإسرائيلي والتكفيري المشترك أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوي شاؤغلو وأنه اتفق مع نظيره الفرنسي جون أف لودوريان على خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين البلدين تشاوي شاؤغلو أشار إلى أن تركيا وفرنسا لا تعارض إحدهما الأخرى بنحوان قطعي وأن فرنسا تبنت موقفا مناهضا لبلاده منذ عملية نبع السلام في الشمال السورية واعتبرت تشاوي شاؤغلو أن العملية تتمت على حدود تركيا وليس في منطقة فرنسية أو في مكان فرنسا موجودة فيه عائلات شهداء وجرح الثورة في تونس ستواصل اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من أسبوعين لمطالبة الحكومة بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحها ساميحال بوغانمي في ذكرى العاشرة للثورة التونسية ما زال ملف جرح الثورة وشهدائها يراوح مكانه فكل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة فشلت في نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية التي تضم اسم كل من جرح أو استشهداء في سبيل أن ترى تونس نور الحرية القائمة هذه وصلت معتها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرامين منذ 2018 معتها موجودة القائمة حاضرة أما فرمتش عليها لكي يرفضوا أنهم ينشرها عشر سنين من بعد الثورة واليوم الدولة التونسية ما هيش قادرة إنها تهيأ قائمة العائلات الشهداء والجرحة باش اليوم الناس تعرف الحقيقة جمعيات ومنظمات حقوقية عبرت عن مساندتها المطلقة لعائلات شهداء الثورة وجرحها وطلبت بنشر القائمة الرسمية للشهداء والجرحة من دون المزيد من المماطلة مؤكدة تمسكها بمطالبهم لا مجال للقبول بمزيد من المماطلة لأن الشهداء أكرم مننا جميعا وجرح الثورة هم معناها الشمعة المضيئة لو كانت فما إرادة سياسية في أنهم فعلا يعترفوا بأن هناك ثورة قد حصلت في تونس وأن هناك من ضحى وهناك جرحة لما كان هذا الإشكال مطروح أكثر من سنة مضت على نشر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرية الأساسية القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحها على موقعها الرسمي غير أن رئاسة الحكومة لم تخطو أي خطوة في اتجاه اعتمادها وعطائها السبغة القانونية لضمان الحقوق لأصحابها وفي انتظار إزدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحها بنحو رسمي يؤكد المحتجون أن تحركاتهم الاحتجاجية لن تتوقف لإيمانهم بأن الحقوق تكتسب بالنظال ولا تعطى بالمجن سميحة البغانمي تونس الميت الآن إلى موجز الاقتصاد مع الزميلة إليسار كرم يعطيك العافية الله يعافيك شكرا لك أهلا بكم كشفت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الإمارات ستعيد فتح كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من غضن السبت لتكون ثانية دولة بين الدول التي قاطعت قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات تستأنف حركة النقل بعد السعودية وأعلنت الدول الخليجية الست انتهاء الأزمة مع قطر خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العولى السعودية وفقت الحكومة السودانية على الموازنة العامة للعام الحالي مبقية على دعم القمح والكهرباء والغاز والدواء لكن إقرارها نهائيا يحتاج موافقة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك بينهما وبحسب وكالة الانباء السودانية السونة فإن الموازنة تشمل أيضا معدل تضخم مستهدفا بنهاية العام عند 95% وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبا محمد علي إن موازنة العام رصدت مبلغ 45 مليار جنيهن كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب كشف صندوق النقد الدولي في تقرير مراجعته للاقتصاد المصري أن البنك المركزي المصري استخدم 32 مليون و300 ألف دولار لشراء أسهم في البورصة من أصل 20 مليار جنيهن مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات فيروس كورونا قال صندوق النقد إن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي في مواجهة تفشي كورونا ستتوقف عندما تسمح ظروف أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن التحقيقات الخاصة بحادثتي سقوط طائرتين بوينغ من طراز 737 ماكس انتهت إلى أن تدفع الشركة مليارين ونصف مليار دولار من دون أن تضطر للاعتراف بالزنبي في تهم جنائية وأوضحت وزارة العدل أن التسوية تشمل غرامة مالية جنائية قدرها 244 مليون دولار ومدفوعات تعويضات لعملاء طائرات بوينغ 737 ماكس بقيمة مليار و770 مليون دولار مع إنشاء صندوق للمستفيدين من ضحايا حوادث التحطم بقيمة نصف مليار دولار لتعويض الورثة والأقارب والمستفيدين القانونيين قالت وكالة أوروبية للتغير المناخي إن العام الماضي برهما الأكثر ضفءا في التاريخ مع غروب شمس العقد الأشد سخونة في العالم وتفاقم تبعات التغير المناخي قالت الوكالة إن القطب الشمالي وشمال سيبيريا استمر في الاحترار بسرعة أكبر من الكوكب ككل مع وصول متوسط درجات الحرارة في أجزاء من هذه المناطق لأكثر من ست درجات مئوية واتفق علماء بيئيون مع الأدلة المتزايدة على أن تغير المناخ يسهم في زيادة حدة الأعصير والحرائق والفيضانات وغيرها من الكوارث بهذا نختم أخبار موجز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار معك فتون شكرا لك إليسار عام كورونا خلف ضائقة اقتصادية خطرة يعاني منها الفلسطينيون وخصوصا في القدس المحتلة أهناء محمد لا يبشر العام الجديد بالخير كثيرا فأهوال ما خلفته سنة كورونا على المواطن الفلسطيني في القدس عديدة أبرزها تضخم ضائقته المعيشية سنة 2020 كانت هي المصمار الأخير في نعش الحركة التجارية في مدينة القدس يعني للأسف الشديد هناك 1372 محل في البدة القديمة مغلقين بالكامل هناك 642 محل المربع الخارجي لخارج البدة القديمة أيضا مغلقين بالكامل ما عدا بعض الشرائح التجارية خسائر اقتصادية تقدر بالملايين ضربت القطاعات التجارية والسياحية وغيرها خلال ثلاثة إغلاقات والآن ستتحمل المدينة أعباء الإغلاق الرابع الحكومة الإسرائيلية تعتمد الإغلاقات لصد تفشي الوباء لكن سلطاتها الأمنية في القدس تستغلها لتشديد قبضة الاحتلال والتنكيل وإغلاق البلدة القديمة التي تضررت بشكل ملحوظ القدس تعتمد في أكثر من 40% من اقتصادياتها على السياحة فمنذ بدء جائحة الكورونا توقفت الأفواج السياحية توقفت نقر الطيران للوصول إلى هذا الكلام أغلقت الفنادق جميعها في مدينة القدس أحنا منعرف أنه عندنا 26 فندق في مدينة القدس المصالح السياحية أغلقت أبوابها منذ أذار الماضي بعض المراقبين يقدر التراجع الاقتصادي المقدسي بمليار دولار هي حالة مميتة للقدس بالنظر إلى أطماع الاحتلال بتعميق أزمة السكان الاقتصادية والاجتماعية القائمة أصلا نتيجة سياساته هنأ محميد القدس المحتلة الميادين إلى العنوين المرشد خامنة يؤكد أن إيران ملتزمة بالدفاع عن حرفائها في المنطقة وأن طهران لا تستعجل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي حرس الثورة الإيرانية يكشف عن قاعدة صواريخ متطورة تحت الأرض على سواحل الخليج وسلام يؤكد أنها واحدة من بين العديد من مثيلاتها رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى عزل ترامب فورا والمدعي العام في واشنطن يقول إن التحقيقات في أحداث الكونغرس ستشمل الرئيس بايدن يصف مقتحم الكونغرس بالإرهابيين وترامب يحملهم المسؤولية ويتوعد بتدفيعهم الثمن نحن تجاوزنا كل التحديات والعقبات الرجوب يؤكد للميادين أن مسار الشراكة الوطنية بات في مرحلته النهائية وأن الحوار الوطني سيبدأ في القاهرة فور إصدار مراسيم الانتخابات تابعنا في الظاهرة أيضا عام 2016 و2020 هما الأكثر دفءا في التاريخ بسبب تفاقم تبعات التغير المناخي لتفاصيل أو فحول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة دمتم سالمين